Problem Solving C7 طيب قبل ما نبدأ عايز أتكلم في حاجتين أول حاجة أن في حد اشتكى بيقولي أن أنا بزع في الفيديوهات طبعا أنا بقالي عشرين سنة بدرس في جامعات فغصب عني أكيد وأنا بتكلم ممكن تلاقيني دخلت في المود أن أنا قاعد في مدرج والموكروفون بايز وأنا بزع عشان صوتي يوصل للناس كلها فأنا بقالي عشرين سنة في الموضوع ده فطبيعي أنه ممكن إيه في النص كده تلاقيني إيه يعني لو دخلت في مود الشرح خلاص بتقمس بقى أن أنا قاعد جوه المدرج وبشرح فطبعا هي حاجة مش مقصودة يعني مش عايز عقلك طيب تاني حاجة أن احنا لما بدأنا الانلاين كان لما تكلم بصوت واطي كان المايك مش بيلقط الكلام فبضطر أن أنا أزع فحتى الانلاين تجربتي فيه أن أنا لازم أزع فأنا آسف لو الصوت ضايق حد يعني بس في الآخر الهدف أن أنت تفهم ولو أنت فاهم ما تشتكيش يعني هو أهم حاجة عندي أن أنت تبقى بتفهم لو في حاجة بقى مؤثر على الفهم ومخليك ما تفهمش دي يعني تبقى شتكي فيها براحتك عشان الهدف طبعا أن الناس اللي تتخرج من جمالتك كلهم يكونوا ناس شاطرين جدا ويشرفون يعني في السوق وسواء هتشتغل في جمالتك أو في أي شركة تانية لازم أن أنت تكون قدام الناس شخص شاطر متميز في شغلك وكفاقتك عالية جدا دي أهم حاجة عندي وهي دي الحاجة اللي بتفرق معايا جدا يعني مثلا مساء الـ problem solving دي أنا بسجلها خد بالك الموضوع ده تقييل قوي علي يعني أنا ما بحبش أن أنا أسجل وبرغم أن أنا بقالي 20 سنة بشرح أنا ما بحبش أن أنا أشرح فالس دي حاجة غريبة يعني لكن أنا بحب أن أنا أعمل حاجة حاجة الناس تكون محتاجاها فلما ناس كتير كلموني عن problem solving وكل يوم حد يشتكي على الإنجليزي بتاع problem solving ومش فاهم عشان الإنجليزي اضطريت أن أنا أسجل الفيديوهات دي فأنا أنا باخد قوي بعين الاعتبار أي شكوى تأثر على الفهم يعني يقول لي أنا مش فاهم فأنا بيخليني هو ده اللي بيخليني أتحرك لكن الشرح ذات نفسه بالنسبة لي متعد جدا وزي ما وضحت في أكتر من مسألة أنا عمل أحل معاك مسائل من غير مقرأ فما تجيش تقول لي أنا مش فاهم يعني هو ده اللي خليني يسجل عشان أوريك لا أنت لو ركزت هتفهم وما تتحججش بالإنجليزي طيب الحاجة التانية اللي أنا عايز أقولها قبل ما نبدأ اللي بيقرأ إنجليزي ده حيستفيد أكتر بكتير ليه عشان حاجتين برضو إيه هما الحاجة الأولى الحاجة الأولى أن أنت حتزود الحصيلة اللغوية بتاعتك طيب الحاجة التانية إيه الحاجة التانية أن أنت حتعرف معلومات حقيقية عن جمالتك لأن كل مسألة problem solving بيكون فيها معلومة عن جمالتك المعلومة دي هتفرق معاك قوي لما تيجي الشركة هنا تعمل volunteering أو تعمل internship وإنت بتتدرب هتلاقي نفسك عارف المعلومات دي فحتكون أحسن في التدريب تاخد score أعلى تاخد مرتب أحسن تاخد مكافأة أحسن لأن أنت فاهم كل حاجة فبتعمل الشغل أحسن فطبعاً الإراية مهمة واللي أنا بعمله ده مش هو أحسن حاجة يعني لكن أنا بس اللي خلاني أعمل كده أن أنا أدخل على طول في sample input وoutput في كل المسائل أن أنا بوريك أن أنت لو بتشتكي وتقول لي مشكلتي في الإنجليزي أنت بتتدلع ما فيش مشكلة في الإنجليزي المشكلة أنك مش فاهم كويس اللي فاهم كويس حيارف يتصرف طيب وهي دي الشكوى اللي بتخليه نتحرك بقى يعني لما حد يقول لي أنت بتزعى أه هقول لك أنا آسف وخلاص ما أنا هعمل إيه دي حاجة بتبقى غصبة عني لكن اللي بيخليني أتحرك وأطلع أسجل فيديو وأعمل حاجات لما حد يقول لي أنا مش عارف أحيل أو كده لأن أنا عايزك تبقى أشطر واحد في الدنيا يعني أنا عايز أن خارجين جمالتك يكونوا مثال لكل الناس اللي خارجين من أي جامعة تانية يعني بصراحة بداي أن كل الجماعات القوية هي جماعات غربية يعني ده كان أحد الحاجات برضو اللي حركتني أن أنا أعمل موقع جمالتك يعني دايما بنسبة عن هارفورد خارجين هارفورد دول ناس أقوية جدا وجمدين وشطرين خارجين MIT كالتك في جماعات كده كتير كبيرة الخارجين بتقع شطرين فليه إحنا ما يكونش عندنا مكان عربي بيطلع خارجين برضو بكفاءة عالية واجيبك في الامتحان اتعبك شوية وخليك تجيب لازم مية في المية في الامتحان وتعيد الامتحان تاني عشان تطلع يبقى عندنا إحنا صمعتنا كعرب بقى عندنا ناس أقوية جدا وعندنا مكان بيعلم فعلا بيطلع الناس على مستوى عالي جدا فهذه الحاجة اللي بتحرقني لو أنت اشتكيت أن في حاجة أنا مش قادر أفهمها عشان حاجة معينة زي هنا مثلا يقول لي مش قادر أحهم البروبين سولفك عشان إنجليزي لا تعال بقى وريك عشان أعلمك طبعا مش عشان أضايقك عشان إيه عشان أعلمك وخليك فعلا أشطر وأسكى لا أنت راجل شاطر في البرمجة كفقتك أن أنت مبرمج مش إنجليزي وبالتالي لو بصيت على أي مسألة بعين المبرمج هتلاقي نفسك بتفهم بسرعة وبتعرف تحله طيب ندخل بقى في المسألة بتاعتنا المسألة بتقول إيه الإيمبود بتاعنا سطر وفيه رقم والأوتبود عبارة عن خمس أرقام أنا كمبرمج شايف ده إيه أنا شايف فورلوب فورلوب هنا فيه خمسة يبقى حلف في خمس مرات أول سطر مكتوب فيه خمسة وبعدين أربعة تلاتة اتنين واحد أنا هعمل فورلوب بس الفورلوب ده بيبدأ من رقم الإيمبود اللي اليوزر دخله وبيعود يقل لحد الواحد يبقى حقول إيه إيكوال خمسة لو أنا سميت ده إكس يبقى فور إيه إيكوال إكس هبدأ من رقم ده وبعدين إكس أكبر من أو تساوي واحد عشان الواحد معنا وبعدين إكس مينس مينس عشان كل مرة ينقص واحد طيب تعال نشوف بقى هنا إحنا كتبناها إزاي خد بالك إن البرامج أو الحل اللي موجود مع مش مكتوب بنفس الطريقة بزرعة طاعة آي و إكس هو مكتوب بنفس طريقة الشغل في الشغل أنا لازم أسمي كل بالاسم اللي موجود فيه القيمة بتاعته يعني التوتال دايز ده اللي مكتوب فيه عدد الأيام اللي هو الرقم ده أنا عندي خمس أيام خمس أيام عشان أخلص البروجكت والمفروض أن ده بيعمل كونت دون يعني بيعد عد عكسي يبين لي هو فاضل كم يوم فأول يوم أنا فاضل خمسة اليوم اللي بعديه فاضل أربعة اليوم اللي بعديه فاضل ثلاثة فهو يعد عد عكسي عشان يقول لي فاضل كم يوم على البروجكت إنه هيخلص فالتوتل دايز هما الخامسة والدي ده اللي أنا بعيد بيه اللي أنا وقف فيه دلوقتي طبعا حبدأ المسألة عادي أقول اليوزر دخل عدد الأيام وبعدين هقول سكان اف إن أنا برسنتج دي أنتوتل أوف دايز إن أنا هسجل هنا عدد الأيام اللي اليوزر هيدخله اللي هو عندي في المثال خمسة موجود هنا عندي خمسة أول حاجة هقول داي اللي هي بقى نحنا كنا لو نديلها مثال بالاي هنا نسمّنها داي علشان دي الحقيقة إن هو عبارة عن داي داي إيكوال ايه إيكوال توتيل دايز اللي هو الخمسة يبقى الخمسة خلاص وتسجلت دلوقتي في الداي وبعدين الداي أكبر من أو تساوي واحد إحنا هنا بقى عملنا أكبر من بس ما عملناش تساوي واحد وده معناه إن الفورد مش حتطبع الواحد الفورد هتطبع لحد الاتنين عشان الاتنين أكبر من واحد لكن الواحد مش أكبر من واحد الواحد يساوي واحد وإحنا ما عملناش أكبر من أو يساوي عملنا أكبر بس يبقى الفوردي هتطبع لحد رقم اتنين وبعدين day minus minus طيب الday دلوقتي فيه خمسة والخمسة فعلا أكبر من واحد فأنا هدخل جوه أطبع الخمسة days remaining يعني فاضل خمس أيام وبعدين أعمل day minus minus يبقى day فيه أربعة وهقول أربعة أكبر من واحد أي وصح أكبر من واحد فهدخل أعمل أربعة days remaining وبعدين day minus minus هيكون فيه ثلاثة هل الثلاثة أكبر من واحد أي وقف أضع three days remaining وبعدين day minus minus هيبقى two وهقول هل الثو أكبر من one أي وقف أعمل two days remaining وبعدين day minus minus هيبقى one هل الone أكبر من one لا الفورة هتقف وتطلع بره لما تطلع بره إيه اللي هيحصل هيحصل print if one day remaining أنا كاتبها لوحدها من غير برسنتش دي من غير أي حاجة يبقى عشان أعوض إن هنا مفيش equal أكبر من أو equal طبعا لو حطت ال equal هنا ممكن أشيل السطر ده لكن احنا دايما في الحل بتاع problem solving بنحب إن احنا نحط حاجات زيادة عشان أعلمك حاجة زيادة ما تشرحتش تبدأ أنت تقعد تبص فيها وتفهمها برضو في الحاجات الحقيقية في الشغل الحقيقي بتاعنا لازم كل سطر بيعمل حاجة أو كل مجموعة سطور بتعمل حاجة يكون فوق فيه comment مكتوب فيه بالظبط هو ده بيعمليه فهنا مكتوب مثلا إن ده اللي بياخد ال input من ال user وبعدين هنا ال countdown فكل حاجة مكتوب فوقها هي بتعمليه دي حاجة برضو احنا بنستخدمها في الشغل هنا ما ينفعش تعمل شغل مش مكتوب عليه comment أو تكتب code مش مكتوب الكود ده بيعمليه عشان لما يجي واحد بعديك يستلم الشغل يعرف بالظبط يكمل إزاي أو انت عملت إيه وهو يكمل عليه أو لو عايز يعدل حيعدل إزاي لازم يفهم الأول إيه اللي انت عملته عشان كده مهم قوي تكتب هي كل حاجة وظيفتها تعمل إيه أو انت قطفتها هنا إيه